بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيناه بروح القدس ولو شاء الله نقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم دينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله نقتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفروا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه بلا خلة ولا شفاعة بل كافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات لا يحيقون بشيء من علمه إلا بإذنه وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغذي فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة النفقى أنفصام لها الله سميع عميم الله وللذين آمنوا يصربهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء المطاروت يصربونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حق إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي فأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشجع فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القول الظالمين أو كالذي مر على ضرية وهي خالية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك من يتسنه وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الحضار كيف انشسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أغلب تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم بعهن يأتينك سعيا قال أعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين انفعون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين انفعون أنبالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفعوا منا ولا أزلهم أرعوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبقلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفع ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفبان عليه تراب فأصابه باب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين انفعون أنبالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربدة أصابها باب كمثل جنة بربدة أصابها باب فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصب هذا باب فقل فالله بما تعملون بصير أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تبريب تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترغت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفعوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فاعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعبكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعبكم مغفرة منه بفعلا والله باسع عظيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفعتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما من ظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهذا خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولا إن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تبلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الكاهل أغنياء من التعفث تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أمبالهم بالليل والمهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخدقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى فأحل الله بيع بحرم الجبا فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبحق الله الرباب يغمي الصدقات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقالوا الصلاة وآتهم الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتعوا الله وذروا ما بغي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أمبالكم لا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى منسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يبلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديهم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليكتغ الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أغسق عند الله ما أغبم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم بناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله فالله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آف قلبه والله بما تعملون عليم ولله ما في السمامات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا مفرغ بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ذعف عنا ذغفر لنا ذرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وستمرش وغلل نظر أطعنا الجدف لا تحضر لا تحضر شكرا وستمرش لك أحضر اشتركوا في القناة